بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درس جديد في مادة الدراسات الأدبية للصف الثالث الثالث ويكنا قد تحدثنا في الدروس الماضية وبدأنا بالحديث عن الأدب تعريف الأدب ثم أخذنا الأدب لغة واصطلاحا وعرفنا أيضا أنواع الأدب ثم أيضا تحدثنا عن الحقب في ترتيبها كيف رتبتها وكيف رتبت العصور الأدبية ومن الذي جرى على هذا التقسيم ومن أصر على هذا التقسيم تقسيم في العصر الجاهلي ثم العصر صد الإسلام ثم العصر الأموي ثم العباسي ثم العصر الحديث ثم بعد العصر العباسي أو عصر الدول المستابعة ثم العصر الحديث كيف قسمت هذه العصور الأدبية ومن الذي أيضا والكلام الذي تحدثنا عنه وذكرنا يعني من باب التقسيم ولماذا قسم إلى آخره ثم بدأنا بالأدب الجاهل وعرفنا من معلقات من أشهر المعلقات وآخذنا أيضا نماذج من معلقات مروقيس وطرفة وعنتر وبالشدات ومتحدثنا أيضا عن ذاك الأدب هنا قسم الشعير دلفنا إلى قسم النثر وعرفنا أيضا أن النثر في العصر الجاهل لم يظهر منه إلا الخطب والقصص والأمثال الخطب والقصص والأمثال تحدثنا في الدرس الماضي عن خطبة خطبة قس بن ساعدة الذي كان يخطبه في سوق عكاب وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكره أنه كان نبيه على جمل أحمر أو رآه هو يخطب في الناس وخطبة في التذكير وحتمية الفناء اليوم نذكر القصص والأمثال أو نكمل القسم الثاني من أقسام النثر في العصر الجاهلي هذا ما ظهر وبرز في العصر الجاهلي هي الخطب والقصص والأمثال وشاركني في تقديمي هذا الدرس في لغتي الإشارة الأستاذ محمد القبيشي نحن سنتحدث عن القصص وإذا سنتذكر نموذج للقصة التي تباردت في عصر الجاهلي وكذلك الأمثال وبعض أو طائفة من الأمثال نحن ما زلنا في الوحدة الأولى الأدب القديم وأيضا عرفنا أن الكتاب مقسم إلى قسمين قسم الأول منه يذكر فيه الأدب القديم إلى ما قبل العصر الحديث ثم القسم الثاني يكون فيه الأدب الحديث الذي هو أدب العصر الحديث طبعا النثر الجاهلي خامسا طبعا هذا هو رابط الدرس الرقمي بإمكانك أيضا الدخول ومشاهدة الدرس إذن خامسا النثر الجاهلي النثر الجاهلي أخذنا الخطط وهنا اثنان القصص طبعا القصص هي فن نثري يعتمد على سرد الأحداث التي يرويها الراوي شفهيا ولاحظوا لم تكن هناك كتابة موجودة في عصر الجاهلي أو قديما كان كله أو أغلبه كتاباته وكلامهم كله كان شفهيا إذا هي فن نثري يعتمد على سرد الأحداث التي يرويها الراوي شفهيا ويفيض عليها من خياله وفنه حتى يبهر سامعيه وكانت القصص في العصر الجاهلي يتم تناقلها شفهيا ولم تدون إلا في العصر العباسي وكان العرب شغوفين بالقصص شغفا شديدا فعندما يرخي الليل سدوله ويجتمعون للسمر والاستماع إلى القصص بلحفة والقصة في ذلك الوقت لم تكن كفن القصة في العصر الحديث من حيث البناء والفنيات معنى أنه لم تكن لها بداية ولا مقوسة ولا بالشكل الحديث العصر الحديث وكانت عبارة عن حكاية تروة كان يروي يجتمعون فيها للمسامرة ويجتمعون للسمر والاستمتاع موضوعات القصص أو موضوعات القصص كان العرب يقصون كثيرا عن ملوكهم طبعا لاحظ عن ماذا يتحدثون أو ما هي أهم الموضوعات كان العرب يقصون كثيرا عن ملوكهم من المناذرة والغساسنة ومن سبقوهم أو معاصرهم مثل ملوك الدولة الحميرية وعلى نحو ما كانوا يقصون عن ملوك الأمم من حولهم وشجعانهم ويقصون كثيرا عن كهانهم وشعرائهم وساداتهم وهي قصص استمدت منها كتب التاريخ والشعر والأدب معينا لا ينضب من الأخبار معنا أنه أيضا من ضمن هذه القصص أخذت تلك الأخبار أو أخبار العصر الجاهلي في إضافة لنا الشعر نحن عارضنا قلنا أنه ما وصل إلينا من الشعر معنا قليل لكن وصل إلينا من الشعر كثيرا لأنه كان يحفظ أكثر لكن النثر من يكون يحفظ لصعوبة حفظه لكن القصص كانت تتداول وتحفظ فذكرت أيضا وصل إلينا في بعض كتب التاريخ والشعر والأدب معينا أصبحت هي معين هذه القصص وكانت أغلب قصصهم يتحدثون في موضوعاتهم عن المناذرة والغساسنة ومن سبقوه من ملوك الدول الحميرية وكذلك أيضا ملوك الأمم من حولهم أيضا بعضها فيها شيء من حديث عن كهان كهانهم وشعرائهم ووساداتهم لاحظ هنا نموذجان للقصة الجاهلية في كتابك أو في كتاب موجود عندك عندنا نموذج من كتاب الأغاني قصة مرقش الأكبر وصاحبته أسماء بنت عوف من كتاب الأغاني أخذت هذه القصة وإضافة القصة الأخرى هي قصة الحية والفأس التي رواها الضبي في كتابه أمثال العرب أيضا الضبي روا هذه القصة في كتابه أمثال العرب وهذه هنا نموذجان من نماذج القصة الجاهلية لاحظ القصة الأولى قصة المرقش الأكبر وصاحبته أسماء بنت عوف من كتاب الأغاني وعن كتاب الأغاني لأبي فرج الأصفهان يقول وما كان من عشق المرقش لها وهو غلام ومحاولته خطبتها من أبيها واعتذار الأب له بحداثة سنه وأنه لم يعرف بعد بشجاعة فانطلق المرقش إلى بعض الملوك ومدحه وبقي عنده زمنا وفي هذه المدة أصاب عوفا زمان شديد فأتاه رجل من مراد فزوجه ابنته أسماء على مئة من الإبل ورحل بها فكتم إخوة المرقش عنه ذلك وادعوا أنها ماتت وصنعوا لها قبرا وأخبروا المرقش بذلك لما عد ولكنه عرف الحقيقة عرف الحقيقة بعد مدة وخرج يطلب أسماء وبعد مغامرات تعرف على راعي زوجها فأخبره أن جاريتها تأتي إليه كل ليلة فيحلب لها عنزا فتأتيها بلبنها فطلب المرقش أن يلقي خاتمه في اللبن فإنها ستعرف فلما شربته أسماء قرع الخاتم ثنيتها فعرفتها فعرفته وأرسلت إلى زوجها وهو بنجران فأقبل فزعا فطلبت إليه أن يسأل راعي غنمها عن الخاتم فأخبره بأنه وجده مع رجل في كهف خبان وقد طلب منه أن يفعل ذلك وقد تركه في رمقه الأخير فركب فرسه وحمل زوجته على فرس آخر حتى وجداه من ليلتهما فحملاه إلى أهلهما فمات عند أسماء ودفنا بأرض مرات لاحظوا القصة قصة مرقش الأكبر الذي ذكر عن الوفاء وعن الحب والعشق والهيام كيف أنه حبها ورد أن يخطبها لكن والدها رفض بحجة أنه كان وما زال صغيرا ثم لاحظ مكان معشقي ومحاولة تخطبته من أبيه واعتذار الأب بإحداثة سنه طبعاً اعتذر بأنه ما زال صغير ولم يكون يقوى على القوة طبعاً وأنه لم يعرف بعد الشجاع مع أنه لم يعرف من فرسان الذي يعرف بفروسية من شجاعاته طبعاً انطلق مرقش إلى بعض الملوك ومدح جلس عندها فترة حتى يعرف حتى يتعلم فروسية إلى آخره هذه المدة أصاب عوفاً زماناً شديد المقصود به مجاعة وفقر شديد جداً لم يستطع لم يجد ما يأكل فأتاه رجل ميسور الحال فزوجه زوجه منته أسماع على مئة من الإبل لشدة يعني عوزه وشدة أيضاً حاجته إلى المال فزوجه من تلك رحل بها إخوة المرقش أرادوا أن يخفوا طبعاً هو سافر وحاول أن يجوب الصعاب من أجلها لكن إخوته أرادوا أن يخفوا ذلك عنه حتى لا يتأثر ودعوا أنها ماتت ووضعوا لها قبراً صنعوا لها قبراً وهمياً طبعاً أخبر المرقش بذلك لما عاد لم يصدق كلامهم يبحث الحقيقة حتى عرف الحقيقة وخرج يطلبها بعد ذلك بعد مغامرة تعرف على راعي زوجها وعرف أنها فأخبره أنها أن جارية تأتي إليه كل ليلة فيحلب لها عنزاً يحلب لها عنزاً من الشهد فتأتيه بلبنها فقد طلب المرقش أن يلقى خاتماً له حتى هي تعرف هذا الخاتم فلما شربت من اللبن قرأت الخاتم إحدى ثنيتها في أسنانها وثم أخبرت زوجها بذلك وعادت إليه لكن لما وصل إليه وجدوه قد أصابه الهام والتعب وشارف على الهلاك وعلى الموت وكان في رمقه الأخير ثم مات عند أسنان هذه قصة ذكرت في كتاب الأغاني وكيف أنه يعني من شدة العشق أنه أيضاً مات لعشقه القصة الأخرى هي قصة الحية والفأس طبعاً قصة متخيلة خيالية على أن الحية تتحدث ولكنه ذكرت أيضاً من القصص التي ذكرت في العصر الجاهل وهذا المقصود أن نذكر نماذ القصص كيف كانت قصص في العصر في العصر الجاهل ومع طريقة أيضاً ذكر القصص في العصر الجاهل وكيف أنها كانت تروى رواية فقط ومشافهة يتخلى لبعض الأساطير وبعض قصص الجن والعفارية وبعض قصص أيضاً الكهان والعراف وبعض قصص الملوك لما ذكرت في بعض القصص لعل قصة مرقش فيها شيء من الحقيقة ولأنها يعني الأشخاص المعروفين في أو يعرفوا في العصر الجاهل لكن قصة الحية والفأس كأن فيها شيء من العبرة والعظة لكن فيها شيء جانب من الخيال أن الحية تتحدث وتتكلم طبعاً قصة الحية والفأس التي رواها الضبي في كتابه أمثال العرب زعموا أن أخوين كانوا يرعيان إبلاً لهما فلما أجدبت الأرض وجدوا وادياً كثير الكلأ قد حمته حية من كل أحد فتردد أحدهما في رعي إبله في ذلك الوادي وأقدم الآخر فرعى إبله فيه زماناً حتى لدغته الحية فقتلته فغضب الأول لمقتل أخيه وطلب الحية ليقتلها فعرضت عليه الصلح وأن تدعه في الوادي وتعطيه ما بقي ديناراً كل يوم على أن لا يضرها فعاهدها على ذلك فكثر ماله ونمت إبله ثم ذكر أخاه فزهد في العيش وهو ينظر إلى قاتل أخيه فعمد إلى فأس فأحدها ثم تبعها فضربها فأخطأها ودخلت الجحر فلما رأت ما فعل قطعت عنه الدينار فتخوف شرها وندم وطلب إليها أن يعود إلى ما كان عليه فقالت كيف أعاهدك وهذا أثر فأسك وأنت لا تبالي العهد فذهبت مثلاً كيف أعاهدك وهذا أثر فأسك معنى أن لا يمكن أن يعود مرة أخرى الكلام أو العهد إلى ما كان عليه وهنا أيضاً القصة الثانية الحي والفأس أن أخوين كانوا يرعيان إبلاً أحدهما دخل إلى هذا الوادي التي كانت فيه الحية والآخر لم يدخل إلى الوادي من رعى في الوادي وجلس فيه قتل لدغته الحية فمات الآخر أراد أن يأخذ بثأري أخيه لكنها اتفقت معه أو صلح وأن يبقى في الوادي ثم تعطيه كل يوم دينار وافق في البداية لكن لما زاد ماله فكر في في أخيه يوم من الأيام وهو يجلس ففكر في كيف أنه قد صالح لمن قتل أخاه هنا طبعا على أن لا يضرها طبعا هذا الشرط على أن لا يضرها لما على ذلك غير رأيه بعد زيادة ماله وأراد أن يعني يقتلها أو يعني أن لا يحفظ العهد الذي بينه وبين هذه الحية طبعا لما أحدث الفأس لم يستطع أن يلحق بها وأخطأها دخلت الجحر لاحظ هنا قالت كيف عاهدك طبعا هو خاف أن يلدغ ويلحق بأخيه فأراد منها العودة إلى الصلح مرة أخرى فهي ذكرت ذلك معنى أن وقال أيضا لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين أيضا في الأمثال وهذا مثل أيضا كيف عاهدك وهذا أثر فأسك يعني أن انتهى العهد الذي بيني وبينك لأنك قد أخلفت العهد فمن يخلف العهد مرة سيخلفه أكثر من مرة وهذا أيضا قصة أخرى ذكرت في العصر الجاهل لاحظ معي هنا في بعض النشاطات ستتعلم نلحظ أن القصة الجاهلية تميزت بماذا تميزت القصة الجاهلية بإمكانكم التعاون أنتم وزمناك وأنت أيضا وزميلاتك بماذا تميزت القصة الجاهلية لاحظ أن القصة القديمة أو قصة حديثة عفوا مقارنة بقصة قديمة قصة حديثة فيها البناء الفني البداية والوسط والخاتمة وإيضا فيها الشكل الحرمي وفيها العقدة وفيها الحل وفيها شخصيات الرئيسة وشخصيات الثانوية كيف تميز القصة القديمة أو قصة الجاهلية بماذا أن القصة الجاهلية تميزت بأشياء بعضنا ستذكر أيضا وسنذكر نحن أيضا مع بعض التمييز وأيضا هناك فيه مظاهر تمييز أخرى كثيرة جدا أنها اختلفت عن القصص الحديثة ستذكر أيضا بما تميزت القصة في العصر أو القصة الجاهلية جميل طبعا بالقصر بداية القصص الجاهلية تميزت بأنها قصيرة بالقصر لا تكون قصص طويلة جدا وأنها معتاد العرب على كلام قصير لأنهم كانوا يمينون الإيجاز أكثر فتميزت بالقصر وكذلك سهولة الألفاظ ألفاظها سهلة ليست فيها تكالفاظ فيها شيء من من الصعوب وأيضا الخيال فيها شيء من الخيال وها كبير جدا خيال وها كبير وأيضا بعض الأمثال لها قصص هذا الكلام ثم يجري بعد ذلك مجرى المثل وسأأخذ أيضا الجانب الآخر من جانب الأمثال إذن هذه القصص طبعا يقرأ مزيدا عن الموضوع في بعض كتب العصر الجاهل الشوقي ضيف وأيضا أي كتاب يختاره المعلم وتجده في مكتباتك كتب كثيرة تحدث عن الأدب الجاهل يبحث عنها وبإمكانك أيضا الاستزادة في موضوع القصص وبإمكانك أيضا أن تقرأ كثيرا في هذه القصص وأيضا ضمن نماذج كتاب الغاني السابق الذي ذكر ويضا كتاب كذلك الأمثال للطبي ثالثا الأمثال طبعا عرفنا الخطب للأصر الجاهلي ويضا التصص وهنا ثلاثة الأمثال طبعا أمثال اشتهر في الجاهلية بين العرب كثير ممن يستعمل الأمثال وما يتصل بها من حكم طبعا الفرق بين حكمة والمثل سنعرف ذلك بمكانك أيضا أن تفكر فيه وأن تذكر إجابة فقد أشار الجاهض إلى أن من الخطباء البلغاء والحكام الرؤساء الذين تشيع الأمثال والحكم في أقوالهم وخطبهم بعض الذين عرفوا بالحكمة وبالمثل أكثم بن صيفي وربيعة ابن حذار وهرم ابن قطبة وعامر ابن الضرب ولبيد ابن ربيعة ولبيد ابن ربيعة صاحبنا الصحابي الذي أسلم أيضا بعد ذلك ولكنها يظل لها معلقة طيب إذن أشتغلها بالجاهلية بالعرب كثير مما يستعمل أمثال عرفت أمثال وعرفت أشخاص معينين أيضا بذكرهم أو بكثرتهم لذكر أيضا حكم وأمثال في كلامهم خصائص الأمثال أهم خصائص الأمثال بما استميز الأمثال طبعا نلاحظ الأمثال هنا من خصائصها جودة الصياغة اللغوية البليغة معنى أن أمثال دائما بليغة في صياغتها قوية بليغة معبرة موجزة أيضا اهتمام بتوازن الكلمات يكون هناك كلمات فيها توازن توازنا قد ينتهي بها إلى السجع معنى أن فيها اهتمام أيضا بعلم السجع السجع مقصود به اتفاق الحروف في واخر الجمل كما عرفنا أيضا أيضا الأمثال أنها تجتمل على التصوير من أجل ذلك يقول إبراهيم النظام الحديث في حديث هي الأمثال إن الأمثال نهاية البلاغة معنى هي أعلى مراحل البلاغة إن الأمثال نهاية البلاغة لما تجتمل عليه من حسن التشبيه وجودة الكناية معنى فيها تشبيه جميل جدا فيها أيضا كناية من حسن التشبيه وجودة الكناية أيضا الأمثال اجتمالها على خبرة محددة في أحد جوانب الحياة لو أردنا أن نحدد الفرق بين المثل وبين الحكمة أن الحكمة صالحة لكل زمان ومكان وأن المثل فقط إذا حصلت حادثة تنطبق عليه هذا المثل معنا أنه يطلق على حادثة مشابهة لما ذكر فيها المثل طبعاً كل المثل والحكمة كلام بلغ صادر عن تجربة وموجز أيضاً يعني يحكي تجارب السنوات في الحكمة لكن الحكمة تصلح فيه في كل وقت لكن المثل لابد من حادثة أو من موقف يذكر فيه أو يقال فيه هذا المثل مثل كيف هو عاهدك وهذا أثر فأسك الحية خاصة الحية وهذا يضرب لمن يخلف العهد مرة ثم يعود مرة أخرى ويطلبه يقال له هذا المثل معنا أنه من أخلف مرة سيخلف مرة مرات كثيرة وهذا المثل في هذه الحادثة أو في حوادث مشابهة لكن الحكمة تكون دائماً صالحة في كل الأوقات إذن خصائص وجودة السياغة تمام بتوازن الكلمات اجتماله على التصوير اجتماله على خبرة محددة في أحد جوانب الحياة بعض الأمثال الجاهلية هنا طائفة من الأمثال الجاهلية لاحظ الأمثال كثيرة في عصر الجاهلة لكن هذه بعض الأمثال التي ذكرت أيضاً في كتابك إياك أعني واسمعي يا جارة أيضاً رب عجلة تهب ريثاً العجلة أحياناً يتولد منها تأخير أكبر رمتني بدائها وانسلت أيضاً معنا أنه أنتهم شخص آخر ثم يعني يكون خصلة هي فيه لكل جواد كبوة ولكل صار من نبوة معنى أن يضرب لمن يعرف التفوق دائماً ثم يخفق مره وقال له هذا المثل لكل جواد كبوة مقتل الرجل بين فكيه مقصود به أن اللسان من سلك الجدد أمن العثار الجدد طريقة مستوية السالكة بالتأكيد أنه سيأمن من أن يسقط أسمع من فرس في غلس فرس في غلس ويضرب طبع المثل لشدة السمع وغلس مقصود به أيضاً وقت في آخر الليل قبيل الفجر قبيل الفجر وأن الفرس أيضاً تسمع أكثر من الإنسان لذلك يقول أن يضرب هذا المثل لمن سمعه شديد أيضاً إذا فزع الفؤاد ذهب الرقاد أيضاً معنى إنسان إذا كان قد فزع أو يفكر أو خائف أن النوم سيذهب أسمع جعجعة ولا أرى طحناً أيضاً هذا مثل يعني الصوت فقط لكن ليس هناك فعل أو لمن يقول الأقوال بدون أفعال من أجدب انتجع يعني القحت الأجدب معنى أن أصابه القحت فإنه سينتجع بالتأكيد أنه سيذهب إلى ماكن الكلاء والماء قبل الرماء تملأ الكنائن هنا من قصود يضرب هنا هذا المثل الاستعداد أن يستعد إنسان قبل أن يدخل فيه قبل أن يرمي مثلاً في معركة ثم قبل أن يدخل فيه أو الرمي لابد أن يملأ ما معه من عدة كالمستجيري من الرمضاء بالنار من هرب من شيء إلى شيء أشد من كمن يهرب من الرمض أو الشمس الحارقة إلى النار لا ناقة لي فيها ولا جمن وهذا عرف بها الحارث كما عرفتم في الأصر الجاهل وكيف أنه لم يدخل الحرب التي كانت بين بكر وتغلب وقال هذه الحرب لا ناقة لي فيها ولا ولا جمن مع أنه ليس لي علاقة بهم يخبط خبط عشواء وهذا أيضاً من الأمثال التي ذكرت في معلقة زهير بن أبي سلمة وكيف أنه أيضاً وكيف أن الموت طبعاً هو ذكره بعصر الجاهلي كيف أنه مثل الناقة التي تتخبط يخبط خبط عشواء عند الصبح يحمد القوم السرع عندما جاء الصباح فإن الإنسان الناس يحمدون أنهم قد باتوا أو صروا في الليل أكثر إشرح مفهوم الأمثال طبعاً تلك بعض الأمثال لكن نحن سنقول ما معنا الأمثال ما هي الأمثال جميل طبعاً هنا الأمثال هي أقوال موجزة أقوال موجزة قول موجز تشتمل على حكم وخلاصة تجربة تشتمل حكم وخلاصة تجربة ويأقوال موجزة قول موجز بريغ يشتمل على حكمة وتجربة وله حادثة وله قصة قد تذكر أيضاً غالماً في الأمثال إشرح خصائص الأمثال في نقاط نحن تحدثنا عن خصائص الأمثال وذكرنا كيف أن الأمثال لها خصائص في بدايتها كيف أنها موجزة ويضاً تطابق أيضاً في عد إلى ما سبق أيضاً ذكره ونقول نحن بدون لنا جودة الصياغة جودة الصياغة اللغوية أيضاً الإيجاز وكذلك الخيال فيها شيء من الخيال أنها أيضاً تتعلق بقصص تتعلق بقصص وحواه جودة الصياغة اللغوية والإيجاز والخيال اختر خمسة من الأمثال الواردة السابقة وحاول التعرف على الحالة تتضرب فيها ونحن بدوري نختارنا بمكانك أيضاً أن تختار أيضاً أمثال ثم تعرف ما الحالة تضرب فيها ولمن يطلق هذا المثل له كل مثل قصة و أيضا لماذا يضرب هذا المثال أو لمن يطلق طبعا أسمع جعجعة و لا أرى طحن يقال لمن يتكلم و لا يفعله ولا قوال فقط كلام بدون فعل و أيضا مثلا إياك يعني و اسمعي يا جارة هنا نصح يقال لشخص و يقصد به من بم جواله إذا كانت تريد أن توجه له مثلا نصيحة مباشرة فإنك تنصح من بجانبه و أنت تقصده هو أيضا بعض الأمثال هنا الثالث رمتني بداية و انسلت رمتني بداية و انسلة هذا يقال لمن يتهم الناس بعيوب نفسه و يتبرأ هو من هذا العيب و هو العيب فيه أيضا لكل جواد كبوه و لكل صارم نبوه يقال لمن وقع منه خطأ أو تعثر و لم يتوقع حدوث ذلك يعني يعرف بتمييزه لكنه خطأ مرة من المرات أو تعثر يخبط و خبطع شواء يقال أيضا لمن يسير على غير هدى أو بدون تخطيط أو بدون تخطيط أنه يفعل كيف ما شاء و هذه بعض الأمثال و بإمكانك أيضا تأتي بأمثال أخرى مما ذكر هنا يقول اذكر مثالا من العصر الجاهل لا تزال تستخدمه في استشهادك بعض الأمثال ما زالت مستخدمه و كثير منذ العصر الجاهلي لبعض المواقف الحياتية و اذكر مثالا بإمكانك تذكر أنك مثال و كذلك زميلتك يذكر مثال و نحن نقول بدورنا مثلا هذا المثال مستخدم كثير إليك أعني و أسمعي و أسمعي أجارة و هذا أيضا من قديم لكنها أيضا ما زال مستخدما و بعض الأمثال أيضا الجاهلية ما زالت تستخدم عند الناس من مستداولة و تذكر و لو تغيرت بعض الألفاظ و بعض الصياغ و بعض الكلمات هذا ما أردنا أن نورده في هذا الدرس و الحديث فيه عن النثر الجاهلي في القصص و الأمثال و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين